السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الزكاة الاصناعية انت بتدي له صورة 2D ويعملها لك 3D وكل ده مجاني بالشكل ده صورة 2D هو عادي يدرس كل حاجة فيها الزلال وعملها لك 3D بالشكل ده ممكن تفتح اي صورة فيهم وتبدأ تشوفها كيفية الخطوات لدينا حاجة اسمها امش 2D يعني هدله صورة او هدله فيديو وهو يبدأ يحولي الفيديو ل3D يعني حد يصور حاجة فيديو من كل الجوانب وبعد ما يدهله هو بقى البرنامج يحولها لحاجة 3D بعد كده تقدر ان انت لو عندك طبع سلاسيات تتبعها وعايز تدخلها معك في الشغل تقدر تدخلها معك ما يقوم بقى تدخلها هو بقى بيشوح لك الشكل وتقدر تتعمل داونلود للماسك او داونلود لشكل نفسه 3D امش وتقدر تشوفها 3D فيور وتقدر تعملها داونلود الموقع مجاني بس مقبل ما هو مجاني الحاجة التي تضعها تبدأ بصحة لناس كلها نبدأ هنا على الموقع. اقول له انا اريد اعمل لجستر او لجين. فبيقول لك لو انت هتبدأ مجاني بالزيرو وتستطيع التحوير صور لسري دي وكل الامكانات موجودة. لو 20 دولار في الشهر سيديك ميت كريدت في الشهر. يجب أن تجعلها مجاني ولكن في أي موقع يجب أن تجعلها مجاني في الأول حتى تتصف في الانتاجات وكما يمكن أن تنسع فلوس فإننا نقوم بعمل حساب ومن تضرير موافيته دعونا نرى الصورة أولا تنمينا أن تتعمل أبلود الصورة ويبدأ أن يدرسها ويحل كل البيئات التي يمكن أن تكون موجودة فيها وبعد ذلك يقوم بعمل الموديل 3D بعد ذلك الموديل 3D يمكن أن تقوم بعمل أبلود الصورة سواء OBJ أو GLB أو USDZ أو FBX أو يمكن أن تحمل أبلود صورة أخرى يعني الأربع صورة أخرى يجب أن تحمل أبلود صورة أخرى فالموقع جميل وقفزة في عالم الذكاء الإسطناعي يمكن أن تحول الصورة إلى 3D أو فيديو بعد ذلك عندما تكتب روميت يجب أن يجب لك الصورة ويجب لك معها 3D أيضا أو يجب لك معها فيديو خلال الفترة مستخلص ستجد كافزة في عالم الذكاء الإسطناعي كما رأينا متجورني اللي زار أول والثاني 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 لحد السادس لغاية دروقتي كافزات رهيبة في الشغل فدروقتي بدأ ويطلعوا حاجات 3D بالشكل دوت ترجمة نانسي قنقر